نرجع نالكو تاني فكرة مميزة حاصري مع مبادرة افتخر بيونتك من اقدمنوكو المسأل والقضوة للشباب من قلب الصعيد هنا مركزة بوتشت العوامر الغربية المواطنة الذي بكى في حب مصر الاستاذ حسين ابراهيم نعام ونورنا يا فندم وشوفنا الصورة المشارفة دلوقتي الفيديو يا رب نعزكو يا رب ده نوركو انتو ده نوركو انتو نورتنا في الستوديو الصورة اللي ظهرت دلوقتي دية احنا عندنا موضوع الصارف الصعيد انتشر جدا حاليا ده يضرب وده يضرب وده يقتل وده يقتل ما ينفعش فالسيد مدير امينجينة الراجل ده حفظه الله ورعاه فعلا سيادة اللي هو مجد القاضي مساعد وزير الداخلية مدير امينجينة والسيدة المحافظة عبد الحميد الهجان اللي هو عبد الحميد الهجان دخلين في الموضوع بجلوبهم شفت قاري الفيديو حاجة تشرق حاجة تشرق دخلين بالصلح تعالى احنا نقتل كل دايقتل 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 دايقة احنا في غابة تعالى ففي ناس بتيجي هنا مدير الأمن لما يدخل مؤسسة الدولة لما يدخل وزارة القيادات لما تخش أنا بطوضع هنا وقول حاضر عايزين إيه نجدم لك الكفن بتاقي أنت عايز أكثر مجدم لك الكفن بتاقي يا أخي وهو وموتني هنا بيعفع يعني بيعفع عنه بيعفع عنه بقى في الوقت ده نعم آه بيعفع عنه آه في الوقت ده بيعفع عنه حاجة عظيمة مين نبيقة حسنات من ربنا سبحانه وتعالى ومنا القيادات دي قيادات عظيمة عندنا في ناحنا احنا عندنا نهار دا الأمن والأمان ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم بدى الأمن والأمان عن الصحة ايه عندي صحة واناك الخروف كل يوم ومعنديش أمن وأمان ايه نوع تخايف تتأخري برا مجوزي كده عليك ازاي ايوة لو الأمن مش موجود ما فيش أي حاجة تنفع فيش أي حاجة تنفع فالحمد لله ربنا كرمنا بإذن الله عندنا إنجازات كتير طبعا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيسي أنا هقول الرجل دي أنا بيحبه قوي أنا لما بكت على مصر هتلقط كده مينة؟ لما بكت على مصر كان وزير دفاع هايجبوهن كان وزير دفاع أنا بكت على مصر بحرقة لكنت منتظر ابني يدخل نيابة ولكنت منتظر ابني كذا ولكنت منتظر أي حاجة بس حبي لمصر حبي لمصر كان الرئيس وزير دفاع السيسي لما سيادة الرئيس كان وزير دفاع كان ليسا متنصص في رئيس جمهوري لانت مصر خربانا لما بكيت على مصر كنت منتظر حاليا يقول ولدك مش هيتاخد فيني لأ ولدك عملت لك اي مصر لأ مصر عملت لنا كتير كفاية احنا نشمي شوية هون ضف في مصر امان كفاية في الامن والامن انا بكيت على مصر كنت في الكويت كانت الاميرة بسمى في الكويت تيجي مصر اقول لها وزور روح فرنسا روح امريكا اقول لها مصر ام الدنيا الرمضان في مصر تحسي برمضان في مصر ليها روح في كل حاجة طبعا مصر شوفي مصر ان شاء الله ما يحسش بيها طبعا اللي هو في الغربة اللي في الغربة بيحس بالروح دينا مصر عظمتها جدا احبوها اسلامة احبتهم فهي ام الدنيا وقد الدنيا وام العالم وبإذن الله مصر العظمة بمين انا مش اقول للرئيس عشان ما اقولش تاربين بحامل الرئيس ولا مش اقول للوزنة بالشعب المصري هتبقى عظيمة ورا منهم الرئيس ورا منهم وزارة وزارة القيادات الجيش والشرطة واحنا احنا نبني مصر النهاردة مصر لما مسك الرئيس مصر كانت مصر خانت مصر ايه فيها حاجة فيها بنية تحتية النهاردة الرئيس بنى مصر بنى البنية التحتية مشاريع املاق صرف صحي طرقه كباري جميع حاجة النهاردة الناس بتقول لي يا نايب السلع رخصة نزل ليه نزلت لان الرئيس النهاردة اتجه خلاص خلصنا احنا كل راجل ده اشتغل وعمل اللي عليه من كل البنية التحتية عملها مصر كانت مديونة يا ناس مصر كانت مديونة النهاردة الرئيس وعي للشعب خلاص وعي للداخلي هيقولوا النهاردة الفساد نعم فيه فساد نقدرش منوجبه فيش فساد بس في حاجة واحدة الرئيس قال ايه اعينوني على الفساد قالوا لما قالش ومؤسسات الدولة الشغالة فساد كتير فساد كتير في الدولة بس بالصبر طبعا اكيد كل حال احنا نهاردة انه نهاردة بيحفظوا عليها في مركز افضلش مركزي بيحفظ عليها اخو بيحفظ انت بتحارب انت بتوزع اوراق المصر انت بتعمل حاجات المصر انت كذا كذا المصر كذا كذا للرئيس عملت لك ايه مصر خدوا ابنك في النيابة خدوا ابنك اترفض ابنك مترفضش لا هنشوف بقى اذا كان ابنك هترفض جبنا لدفع 2016 جمعت اطهارة بترجيت جدا واوراق لسه بطلقاش والنهاردة مفيش واسطة اولمحسوبية في ظل هذا الرئيس ليس في واسطة اولمحسوبية محتاجين نقول للشباب طبعا الكلام ده ونوجهه نوجه لهم رسالة عشان الشباب بينساك الرئيس بيشرف علي كل شيء النهاردة لجنة سبعية في النيابة العامة بيشرف الرئيس لان حصلت حاجات من تحت النياب العامة المستقيل ده من يستقلوا ليه النهاردة المسابقات تحت ظل الرئيس كل حاجة تحت ظل الرئيس يبقى فين الوسطة المحسوبية النهاردة مفيش لا الراجل ده انقذنا من الحرق والقتل والضمار رسالة اخيرة تحب توجهها لكل عملائك وقريبك وناسك وأهلك في ابو تشت نقول لهم حبوا مصر حبوا مصر انا بكيت على مصر شو بولي القطة من الفيديو ده ان شاء الله المواطن اللازم بكى في حب مصر حتوالد بقتي حتجيلك ان شاء الله للكلم المخرج لو بيقدر يجيب لنا اللقطة دي لا يجب ده لازم الفيديو ده يتعرض على الشعب المصر انت شرف لنا وجودك معنا ربنا ازجك لا اعزين بس رسالة بس للشباب اللي بيوصاوك وورا التخريب امونا مصر عظيمة احبوها مثلما احبتكم فهي ام الدنيا وقد الدنيا وام العالم وبكم يا ايها الشعب العظيم مصر العظمى تحت قيادة هذا الرجل ده احنا النهاردة مصر مستهدفة النهاردة في صحيفة اسرائيلية بتقول لي ايه السيسي 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 دخلها نعم السيسي السيسي طب ايه موضوع ان كنت ناسي افكرك اه عايزين نعرف ايه الجملة زي انا مرحلين سمحتها لنفيهان من الشنطة عشان نعرضها مش هينفع طريق احنا بس عشان على الهوى ان شاء الله طبعا القامع حضرتك لازم يكون باستفادة اكتر الرئيس بقول ايه للشعب انت دوقيت بتقول الرئيس وغلى 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 ولا اسعار والدنيا لا انا قلتلك الرئيس وكنت ناسي افكرك الرئيس قال لنا الكلام ده قال للشعب قبل ما ينزل انتقابات احنا الشعب اللي نزلوا هنجوع قالوا نجوع يا رئيس معاك هنبني مصر نبنيها معاك مش هتستحملوا الجيش والشرطة بيجوع وانت مش هتستحملوا الجيش احنا بنجوع انت مش هتستحملوا الجوع لا يا رئيس معاك تعالى النهاردة بقولي الرئيس انت بتنام جعان لا يا رئيس الحمد لله الحمد لله فعندك امن وامان نعم يا رئيس في طيارة بترملك رغيف عيش من فوق لا يا رئيس الحمد لله جيشك منقسم الحمد لله يا رئيس ما فيش الكلام ده عندك فتنة طائفية الحمد لله يا رئيس بتنام تحت الخيام في المطر مثل الدول التانية لا يا رئيس الحمد لله وده الإيمان اللي احنا نتكلم عليه والأمن اللي احنا نتكلم عليه لو يعلم الشعب المصري العظيم لو يعلم الشعب المصري العظيم خربت قصور الدول من حوله لا يستمنى أن يعيش في كوخ في وطنه في بلده كوخ صغير لما نشوف الدول التانية والقصور اللي حصلت برة نعيش في كوخ مصر محفوظة إلى يوم بس عروض للفلد والمواطن البكى على مصر حضرتك احنا شرفين لنا استفادة مع حضرتك فقرات بوعد ان شاء الله باستضافتك مرة تانية احنا حابين رسالة حابين رسالة أخيرة لحضرتك تقولها للمشاهدين والشباب اللي امتابعينك دلوقتي بقولهم ايه مصر عظيمة احبوها مثلما احبتكم سيعيدوا اخوانكم من الجيش والشرطة فهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجلكم واخوانكم الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل مصر اغلى شباب مصر بيموت من أجل مصر النهاردة الجيش والشرطة من أجل مصر ساعدوا الرئيس لينهض بمصر أكثر وأكثر انه ليس رئيس علينا وانه أخو لنا بسالة فعلا نتكاتف كلنا مع بعض عشان ننهض بالبلد ننهض بالبلد نساعد الرئيس نساعد الجيش والشرطة خلوا يعنكم على من يحرقوا يقومون بحرق مصر حسن الختام مع كلام المواطن النازل بك من أجل مصر فعلا شرف شرفين وجودك معنا وداتك من بسيط من درك البرنامج ربنا عزك فندم ربنا عزك ربنا عزك دائما معاكم المسأل القدوة مبادرة افتخر بيموتك لكل المهن محامي زابط دكتور نائب كوافير أي مهنة افتخر بيموتك كنات الصحة جمال وشكرا لفريق الإعداد والمخرى وأكرم الضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة